تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن قالت قيادة في قوات سوريا الديمقراطية إن من المتوقع انتهاء معركة طرد أفراد تنظيم داعش من معقلهم في مدينة الرقة السورية في غضون شهرين لكنها توقعت ازدياد حدة القتال أذى وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على كامل حي المنصور في الجهة الشرقية لمدينة الرقة بعد معارك شريسة مع أفراد داعش قال الجيش العراقي إنه يواجه مقاومة عنيفة من مقاتلي تنظيم داعش في بلدة العياضية في قضاءة العفر وضف الجيش أن هناك تباطؤا في تقدم القوات العراقية المشتركة إلى العياضية بسبب قناصة داعش المنتشرين فوق المباني والألغام والقنابل المزروعة على الطرق أعلنت منظمة يونسيف أن معدل انتشار الكوليرا في اليمن يتراجع منذ نحو شهرين مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من نصف اليمنيين الذين يشتبه بإصابتهم في المرض ويبلغ عددهم أكثر من 550 ألف رغم تراجع معدل انتشار الوباء رأت اليونسيف أن الطريقة لمكافحة الكوليرا ما يزال طويلا محذرة من الانهيار المتواصل لأنظمة المياه والصرف الصحي قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انتحاريا فجر نفسه عند بنك قريب من مجمع سفارة الأمريكية شديد التحصيل في العاصمة كابل اليوم ما أسفر عن سقوط أربعة قتل على الأقل وإصابة آخرين بجروح ولم تعلن أن يتوجهت على الفور مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في وقت تزدحم فيه المصارف بأناس يسحبون المال قبل عطلة عيد الأفحى من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا حول كوريا الشمالية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مدينة نيويورك الأمريكية بناء على طلب توكيو وواشنطن بعد إطلاق بيونج يانج صاروخا حلق فوق اليابان بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية قال مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة العامة إن الفيضانات الكارثية الناجمة عن الأعصار هارفي تزيد خطر الإصابة بأمراض تتراوح بين الطفح الجلدي والعدوى البكتيرية التي ينقلها البعوض وقال المدير المشارك في إدارة الطوارئ في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض إن الخطر الصحي الأكثر إلحاحا هو خطر الغرق خصوصا بالنسبة للمحاصرين في مركبات تعقد نادي موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم مع لاعب أصرفي ستيفان يوفيتش مهاجم انتر ميلان الإيطالي وكان اللاعب قائد منتخب بلاده معارن من انتر ميلان إلى إشبيليا الإسباني في الموسم الماضي وخاض معه 24 مباراة سجل فيها سبعة أهداف نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة